صور غير احترافية تظهر الحريق الذي اندلع قبل ثلاثة أيام على سطح العبارة نورمان أتلانتيك بينما كانت تبحر في البحر الأيوني بين اليوناني وإيطاليا ما يزال الكثير من الغموض يلف الحديث المأساوي المؤكد أن الحريق نشب الأحد وبقي المسافرون يومين على سطح السفينة قبل أن يقوم خفر السواحل الإيطالي بإنقاذهم 13 قتلا على الأقل حصيلة الحادث بينما ما يزال عدد المفقودين غير معروف بسبب تواجد عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين على سطح العبارة السفينة كانت قد انطلقت من مرفأ باتراس في اليونان الذي يعد إحدى نقاط تهريب المهاجرين غير الشرعيين في المتوسط ويتوقع وصولها إلى مرفأ برانديسي بعد أن تم إنقاذ 427 من ركابها بعض الناجين وصلوا إلى مرفأ برانديسي الإيطالي يوم ثلاثاء بينما وصل أخرون يوم الاثنين إلى مرفأ باري الناجون تحدثوا عن وجود مهاجرين سريين على متن العبارة يصعب تحديد عددهم على وجه الدقة يقول أحد الناجين الألمان أعتقد أن معظم من قتلوهم ممن قفزوا من السفينة إلى البحر في أول ساعة من الحريق يونان يحصل على أي معلومات أو مساعدة الشركة اليونانية المشاغلة للعبارة قالت إن عدد الركاب بلغ 447 راكبا لكن التقديرات تشير إلى أن الرقم الحقيقي فاق 500 راكب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر